كيف يعني؟ أنا أفهمتش أنا صار لي شهرين قاعد أجهز علشان أقدم هالطلب علشان أسوي الورقة هذي شهرين يا إيمان شهرين وبعد ما تعبت وتعب هذا كله بكل بساطة أنت تجين تقلبين الأمور كلها وتقدمين نفسك للترشيح هذا بس اللي مزعلنك ومخلنك حتى السلام ما تردع هذا اللي تسويني يسمونه عيب عيب ليش عيب؟ أنت طلبت تقدم مرقة وأنا بحط طلبت شو فيها؟ شلون شو فيها؟ تطلبين تسويين نفس البحث اللي أنا مقدمة؟ هذي يسمونه عنادي إيمان عناد مو عناد بالعكس هذا تخصصي وفي مجالي يعني كيف الحين؟ يعني هاردلك تراي اجين خيرها في غيرها يا سلام يا سلام يا إيمان بهالبساطة عقب التعب كل اللي سويته علشان أخذ الموافقة عقب ما هو الزعم منشور في كل المستشفى أنه أنا عندي ورق بقدمها للمؤتمر عقب ما أحددولي المساعدين سوري سوري قلت عن فيلم الدائرة أنه هو أفضل فيلم خليجي استوقفني هالكلام أفضل أفعل التفضيل هو أفضل من ناحية واحدة أفضل هو طبعا أولا أنه تجربة فقيرة جدا يعني كنا نشتغل من عدم من المعطيات يعني لكن النتيجة اللي جاء هو مجرد ما أنا المتفرج يقعد بالصالة ويحبس نفسها من الدقيقة الأولى للدقيقة الأخيرة ويشوفك بإخلاص ويتفاعل معك إذا هذا نجاح أنا ما تجيب لي شيء نخبوي وتقعد تنظر بالسينما واطلع بالنهاية مثل ما دخلت طلعت ما فهمت أي شيء هذا مو سينما هذه سينما خاصة بالمخرج وبالمؤلف لكن السينما اللي تلمس المتفرج أعتقد أكثر فيلم لهمس الناس يعني أقصد أنا فيلم جاد يعني كان الدائرة فعلا الدائرة يعني أفهم أنك ما تحب تشارك في أفلام محرجاناتية للنخبة يعني بالحكس أنا تجربت حتى يعني اشتغلت مثلا تجربة مثل الضلال الصامت كان كثير نخبوي لكن الفن ما في نخبة الفن ما في نخبة والناس هم اللي قاعدين نصنفون رحم بين النخب وبين الشعبويين أنك تكون غامض يعني أنت نخبوي أو أنك تكون يعني مثلا متعالي تكون هذا نخبوي أحيانا نكون متلقي عنده خصوصية حتى في التلقي أي يعني أوكي هذه هي النخب يعني بس هو الفن لغة التواصل إذا فقط هذا التواصل ما عاده فن صار أي شيء ثاني وظيفية الفن هذه أشكالية كبيرة عبد المحسن العمل الذي قدمت فيه تنازلا عن أجرك أي لعلاقتك أو صداقتك بالمنتج كثير صارت معك كثير هذي مثلا ما في خصوصية فيه أعمال كثيرة من هذا الشكل يعني أحيانا موش بس بعلاقتي أحيانا نكون حابة العمل مثل العمل اللي ذكرتها حتى التجمد يعني يمكن فيه ماخذ فيه أجر جدا بسيط وتارك عمل في أجر أكبر منه بكثير وأكثر متشاراً بس أنا حبيت النص حبيت محمد دحام كمخرج حبيت حمد بدر كمؤلف والنص سحرني بالمناسبة على ذكر الأجور وين تصنف أجرك بين اللي موجودين بين النجوم الخليجيين الأعلى الأعلى يعني رقم واحد في أقصد فيه جيلي في جيلك تقول النجوم مصر عليهم أن يتخلصوا من عقدة النجم الأوحد ألا تعتقد عبد المحسن نحن أيضا في الخليج في طريق نجم الأوحد في أسماء تبيع وفي أسماء ما تبيع وفي أدوار تفصل لنجوم صح ولا لا في طريقنا المنتج يفصل حق نفسه لكن ما في يعني أغلب الأعمال اللي هي فيها أحادية في البطولة أغلبها يكون المنتج هو يفصل حق نفسه دور تعذر المنتج أغلبها لأن المنتج أيضا في قناة طيب يعني حتى لو في قناة قدم عمل جيد ويجيب معاك يعني أحترم المشاهد وقدم عمل درامي حقيقي يعني لا تقدم شو حق نفسك الشو حق نفسك هذا يمكن أن تصبح مطرب يمكن أن تغني يمكن أن تسوي أي شيء ثاني لكن يتمثل وتعمل دراما الحياة لا يوجد فيها واحد صحيح والمشكلة حين المنتجين عندهم أجندات بعد تختلف عن أجندة أنا أجيب نجم أنا مش ضد فكرة النجومية أنا أجيب نجم أسوق من خلاله لكن ما أجي حط محور لا طبعا أنا معاك بهذه الفكرة الآن طبعا في غزو وفضيع في سوريا داخل أنا طبعا حتى قلت لكبار النجوم في سوريا قلت الله يحميكم من مسألة النجم الأوحد لأنها بادية تتسرب وواضح هذا الكلام واضح أنت توجي قلت في البداية أنه فعلا بادي شوية في الدراما السورية شوية بدت يعني على الأقل استقرت ما في شيء يفاجأني السنة هذا ترى بسبب الإحساس عند بعض الشخصيات نعم أنه قاعدت يعني يمكن تأثرت بالمدرسة المدارس الأخرى نعم وبدأ يبحثون عن النجم الأوحد اللي الدور في فلكة كل الأشياء تحلم بتجسيد شخصية الصحابي عمار بن ياسر نعم وأيضا سلمان الفارسي نعم عندك شركة إنتاج شو ما انتظر؟ ما أقدر الجسد الشخصيات إنتاجيا صعب لأن هذا يعني أنا في تصوري يعني أنا يعني عشان أعمل أحد هذه الشخصيات وأعطيها حقها وأعطي المرحلة التاريخية حقها وأعطي بيئة العمل حقها أحتاج إلى ميزانية ضخمة ما أعتقد في محطة تقدر توفرها كم متفرج عبد المحسن النمر من تحب تشوف من العرب في الكوميديا اسم منها الأسماء الثلاثة عاد الإمام أحمد حلمي محمد سعد محمد سعد يحيى الفخراني نور الشريف صلاح استعدني يحيى الفخراني من الشباب أحمد السقة كريم عبد العزيز أحمد عز غير سؤال ثاني ما فيه ولا واحد يعني لا كلهم حلوين بس مش متابع كثير من السنة العالمية من يعجبك؟ طبعا فيه أسماء ما فيه عليها اختلاف بس داستن هوفمن و روبرد دينيرو شوية يشدوني أكثر من الآخرين ما أعرف فيه ناس والشباب براد بيت وتوم كروز براد بيت طبعا شبه حاجل تقييمي بس شو اللي تحبه يعني يعني أنا مثلا يكون عندي مثلا لما أشوف مريل استروب أكيد بروح أو جولي روبرتس أكيد بروح براد بيت أحبه براد بيت برنامج القرار برنامج قدمت البرنامج كممثل نعم صح؟ حبيت التجربة؟ كثير قلت لفت نظر أنك تقول أن التقديم جزء من التمثيل نعم جزء من التمثيل ألي تعتقد أن التقديم أيضا يحتاج إلى موهبة؟ يحتاج شوية زائر ومتشوية ليش تحجمنا؟ بالتقديم قدرة أكيد احتواء ولذلك في بعض الفنانين فشلوا ايه طبعا طبعا يفشل لأنه يخلط تختلط عليه الأمور يعني أنا عن نفسي ما أقدر أكون في يوم الأيام مذيع محاور مثل تشعني فيه فيه حضور مختلف ترجع ايه لكن لحظة لكن الموهبة موهبة التمثيل واسعة جدا واسعة لأن فيها تقمص وفيها فيها تنقل وفيها أشياء كثيرة صحيح زعلتت لقيت لا أبدا ما زعلتني يعني أقول يمكن نتزعل للآخرين لا إن شاء الله ما زعلت لا أبدا بالنسبة لأن المهنة صارت يعني مش المهنة القائمين على المهنة أحيانا ما رح نروح لإشكالية أنها صارت مهنة لا مهنة لا خلط فيه موهبة وفيه موهبة فيه حضور ما فيه حضور صح ولا لا صحيح غريش أطلق هذا الأسم ويبدو لي استحسنه وباقي الصحفين فصاروا أنا طبعا شرف كبير لي أنا أكون قنصة للدراما الخليجية والدراما السعودية الحكم أني أنا أتنقل كثير من حلقة إلى حلقة يسعدك هذا اللقاء؟ أي طبعا نكيد يعني ما أجمل أنك تكون في مكان تمثل فيه الآخرين وتقدر توصل إلى أنتجة إيجابية إذا رجع بك الزمن ستختار مهنة التمثيل مرة أخرى عبد المحسن النمر؟ نعم دائما تقول أن فيه تكريمات مختلفة يعني فيه تكريمات كجوائز بالمهرجانات وفيه تكريمات بالاستفتاءات العامة وفيه تكريمات تأتي من المنطقة من منطقتك مؤخرا كرمتها بين أهلك وبين أصحابك وأبناء منطقتك نعم اعتبرت هذا التكريم كثير كبير ليش؟ لأنه جاءت لقايا أولا وبعدين يعني ما أعتقد أنه يعني حتى أتذكر لما صار التكريم هو بعد الجائزة اللي خدته بالقاهرة يعني فوجئت بعدد الحضور على مستوى العائلات كان فيه يعني يمكن حتى فيه صور فوتوغرافية للحضور أنا فوجئت فيه يعني عدد كان مهول كان في حديقة عامة يعني حسيت بأنه الحمد لله السنوات اللي راحت أو الجهد اللي راح فيه مني قيمة يعني موش مضطرة هذه العوائل تترك ميوتة صحيح وتجي على الحديقة عشان تقولك برافالك وخصوصا من منطقتك يمكن يكون شكل من أشكال الاعتراف صحيح بنجاحك صحيح وبأنك كنت على صواب لما اخترت مهنة التكريم بضعت هو صار التكريم على أكثر من صحيح وبعد الجائزة جاء أولا من الفنانين السعوديين اجتمعوا حتى أحيانا يكون في بعض الأضداد اجتمعوا في هذه الليلة عساسي كرموني بعدها جاء التكريم من أبناء المنطقة اللي هو في الحفل اللي صار في مدينة سيهات وبعدها جاء من أولاد عمي حلو اللي هو عائلتي الكبير الصغيرة يعني هم أنا أشوفي بريق سعادة هذا تكريمي كثير مهم لأنه ما جاء من البيت العود من البيت العود لأنه كان فيه ضد الفكرة من عائلتي تقريبا يعني بسبب التحفظ ما يعرفون أنا إلى وين راح أوصل وإش راح أقدم في بداياتي فلما أوصل إلى هذه المرحلة العمرية وتجي من إنسان كان ضد هذه الفكرة ويكرمني أو يقول لي برافو أكيد يهمني هذا الأهلي عبد المحسن النمر تقول أخشى الحسد والغيرة والمولات تحب البساطة والكنكنة في البيت وتحب الهدوء صح الحسد والغيرة يعني مو مو بس المولات أخشاها تماما الأماكن عامة تربكني يعني أنت مو قائن مولي لا أبدا مو مولي أبدا مول مو مولي ولا ويندو شوپنج ولا شيء أبدا أبدا الشوپنج عندي إذا بسوي شوپنج أختار توقيت يكون مكان فاضي في أكره الزحام يتعبني يربكني أقدمك أحد الصحفيين السعودين إن شاء الله أقول اسمه صح اسمه عبد الله المسعد أي ممكن في اليوم جريدة اليوم وهذه أول جريدة عملت معك حوار في حياتك صح الطفلة المعجزة كانوا كاتبا قدمك كنت معجزة يقولون فتتني المعجزة عندي موجودة أعتقد عبارة جميلة جدا بأن فنجان الدم إن عبد المحسن النمر شرب نجاحه من فنجان الدم أو وزفه عرس الدم إلى التمييز فعلا عبارة جميلة طيب تعتقد أبواب الغيم ماذا فعلت بعبد المحسن النمر؟ ممكن يكون فتح لي فعلا أبواب الغيم بس أنا ما بعد أشعر بهذا الشيء يعني أنتظر هذه النتيجة لأنه فعلا بعد أبواب الغيم يكفيني شهادة كان فعل حلو فعل حلو يكفيني شهادة من الأستاذ حاتم يكفيني شهادة من الأستاذ هيتم حقي هذه ممكن تفتح لي آفاق أخرى في المنظور القريب يعني فعلا هو في ملامح تجارب قادمة إن شاء الله على مستوى السنة الأب عبد المحسن النمر أربعة أبناء؟ أربعة أبناء ولدين وبنتين ولدين وبنتين الولدين حمد؟ بدر وحمد والبنات نوفوريم نوفوريم شلونك كأبو؟ عندك وقت لكل هذا؟ يعني أحاول بين المسلسلات لا فيه وبينك ضيف أيضا على برامج حوما يتحملوني والمطارات والمطارات والسفر أنا طبعا في تواصل معهم حتى لما أكون برا بالتليفون؟ بكل وسائل الاتصال يعني أنا أحاول وقت اللي أكون يعني عندي فرصة أن أنا أكون موجود معهم أكون ملتسق فيهم قدر الأمكان تحس بالذم؟ تحس بالذم والتقصير؟ طبعا طبعا ما في داعي المكابرة لكن في النهاية هم عادرين يعرفون أنا شي قاعد أسوي يعني قاعدين يتعاملون معي بأن هذا يعني هم لازم يقدمون بعض التضحية يعني في تفاهم في هذا ما يظهرون معاك ماش موجودين لا بالصحافة ولا نعب صورهم ولا كذا لا لا حتى كان في عرض من برنامجك أنه أقدم بعض الصور لهم وكذا هم رفضوا هم رفضوا لا أبدا ما نشوفهم حتى بالصحافة أبدا هم مو حابين ولا أنت؟ هم مو حابين وأنا مؤيد لهذه الفكرة بقوة ليش؟ يعني أنا فقد شيء ما أبغى هم يفقدونها يعني ما تشجعهم باتجاه الفن؟ لا 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 ما تشجعهم؟ اتجاه الشهرة موش اتجاه الفن أنا مش ضد الفن أنا ضد الشهرة الفن بالأكس أنا مثلا حين أنا عندي بنتي نوف تدرس يعني في ليش الشهرة حلوة؟ في Graphics Design لا مو حلوة؟ لا يعني إياه شنو الفائد؟ لما تحصل على هذه المحبوبة الاجتماعية هذا رائع ويحبونك الناس ويعاتبونك الناس بالمقابل بالمقابل بروين لازم كل شيء في مقابل وفي ضريبة أنا هذا الجانب الأسود في الشهرة أكره مهما يعني الشهرة التي تجردك من حريتك من أنك تكون أنت على طبيعتك على سريقتك أنا إنسان بسيط جدا يعني فأحب أني أمارس هذه البساطة ما أقدر أمارسها لكن الشهرة اللي هي جانبها وخصوصيتك يعني خصوصا ننتهى ما في خصوصية ما عاد في خصوصية اللي تسمح لأي حد أن يقتحمك بكل بساطة عبد المحسن نمر إحنا ساعدنا بلقائك كثيرا يعني اليوم حاولنا إن إحنا حاولنا إن إحنا نمر على بعض التفاصيل في سيرتك إحنا كثير سعداء إنك تكون معانا ومدرشة أقول لك يعني إحنا طولنا في الاستضافة وإنت كنت بانتظارك بانتظارنا وإحنا كنا أيضا بانتظارك بس أنا سؤال تكسيرا أنا هذه اللوحة لا بتنظري من أول ما دخلت هذه يعني هي ستاندر بالبرنامج موجودة دائما لا طبعا إحنا يعني برنامجنا أحيانا يكون كمعرض دائم لفنانين تشكيليين عرب وأيضا خليجيين وهذه اللوحات لوحات للفنانة التشكيلية الإماراتية سلمة المري حبيتها؟ جدا ويتناسب ذوقك أنت دكتورة من جد ذوقي ويمكن شفت فيها الحالة الرومانسية أيها من أول ما دخلنا الأحمر وفكرة الشراكة والآخر نحن شكرا لك حضورك معنا شكرا لك شكرا لك وشكرا لمشاهدي تلفزيون دبي في كل مكان نشكركم على حسن المتابعة ضيفكم في الأسبوع القادم من حق الإبداعي آخر نلتقي مع بروين حبي